النهاردة كالوس كريوش كتب تويتا مهمة جداً وتعليقاً على الأخبار اللي انتشرت الفترة اللي فاتت قال فيها إن أنا بنكر بشكل قاطع أي تكهنات حول المتطلبات أو الطلبات من جانبي الشخصي فيما يخص الجهاز الفني أو أي مواضيع أخرى لها علاقة بيئة المنتخب الوطني في الواقع وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد المصري لقاطق قدم إنها حتى نتيجة الاحتجاج المقدم إلى فيفا بشأن مباراة أسنغال لا يوجد مجال لأي نوع من الملاقشات أو الكهارات فإنني حقاً آسف لكل الأخبار والتعليقات الكاذبة التي تستخدم اسمي وكل هذه التأثيرات الضارة على جماهير المنتخب الوطني وعلى الرأي العام شكراً لدعمكم إحنا هنا في رقم عشرة قلنا لحواتكم من يومين إن فعلاً كالوس كريوش ما طلبش أبداً أي تغيرات في الجهاز المعاون له في المنتخب المصري كان معانا مداخلة مع الأستاذ إيهاب الكومي عضو مجلس دولة اتحاد الكرة وقال إن الاتجاه هو الإبقاء على كالوس كريوش وعقد جديد معه في الفترة القادمة بموافقة الطرفين موافقة كريوش وموافقة الاتحاد المصري لقرة القدم وقال إنه هنستنى ما بعد نتيجة الشكوى من الاتحاد الدولي لقرة القدم وهنشوف تفاصيل التعاقد مع المدرب البرتغالي كالوس كريوش في رأيي هي خطوة جيدة وزكاية من اتحاد الكرة الرجل ده زكي جداً فأحديثه زكي جداً فكلامه بأكد لحراركم مرة أخرى إنه لم يطلب أبداً أي تغيير في الجهاز المعاون فقط عضو من أعضاء اتحاد الكرة طلب تغيير أحد أعضاء الجهاز الفني ولقى رفضاً من باقي أعضاء مجلس دار التحاد الكرة وبالتالي يبدو كده إنه هيكون نفس الجهاز المعاون لكالوس كريوش هو اللي موجود في الفترة القادمة في حال بقى كالوس كريوش مدرباً للمنتخب المصري دون أي تغيير ورد التغيير أه ورد طبعاً التغيير أنا فاهم إنه في ناس كتيرة تتحدث عن ليه ما يمشيش إنه فشل إنه ما نجحش مع منتخب مصر هو النجاح والفشل في أي إدارة أو أي منظومة في العالم لا تقاس فقط بالبطولات ربما تقاس بتكوين منتخب جديد عناصر جديد داخل المنتخب مشروع حقيقة بيقدموا كالوس كريوش للإتحاد المصري اللي كنت قدموا لو تفتكروا أنا من قبل كده وقلت لحوالكم الأهم يبقى فيه مشروع مين اللي ينفذ المشروع أو المشروع ده يبقى بتاع مين أنا ما يفرقش معي شخصياً ما يفرقش معي كالوس كريوش هو اللي يكمل مع منتخب مصر يبقى فيني الكلام ده بناء على بناء على مشروع حقيقي معايير حقيقة ما يبقاش المدرب زي ما ناس بتعمل أو بعض الناس بتعمل إنه ليه ما يبقاش مصري المرة دي ليه ما يبقاش أجنبي طب ليه ما يبقاش فلان أو فلان طب إحنا عايزين نلعب مش عارف كرة على الأرض فنجيب فلان أو كرة مش عارف جامعية فنجيب فلان كل ده كلام كل دي أراء أنا يبقى عندي رأي حضراتي يبقى عندك رأي كلنا نقول أراءنا كلنا منحب الكرة وكلنا منفهم كرة وكلنا منحب منتخبنا الوطني فعايزينه يبقى في أفضل حال بس الأهم إنه عند اتحاد الكرة يكون فيه معايير واضحة جدا يحط بسببها كالوس كروش كمدير فني المنتخب مصر مكمل مع منتخب مصر أو يشوف مدير فني جديد ينفذ هذه المعايير لو اتحاد الكرة فعلا حط معايير وبسببها سيكمل كالوس كروش مهمته مع منتخب مصر نعرف يعني من حقيقة نعرف المعايير يعني من حقيقة اتحاد الكرة يقول لنا أنا والله كملت مع كالوس كروش عشان كذا 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 أنا والله استغنيت عن كالوس كروش عشان كذا 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 براحتك وحقك تختار ما تختاره اللي انت عايزه تعمله اشتركوا في القناة